ضبطت الأجهزة الأمنية ستة مطلوبين وكمية من الأسلحة البيضاء والنارية وكمية أخرى من المخدرات أثناء مداهمة منازل في منطقة بيتراس شمال مدينة إربد أمن وقائي إربد وبعد ورود معلومات بوجود أسلحة ومجموعة من المطلوبين قام بمداهمة المنزل وتم ضبط المطلوبين وهم من أصحاب الصوابق الجرمية إلى ذلك تعرضت أحد دوريات مكافحة التهريب التابعة لدائرة الجمارك لإطلاق نار أثناء مطاردتها لأحدى المركبات التي كانت تحمل مواد مهربة وكانت الدورية قد اشتبهت بأحدى السيارات التي تحمل لوحة جنسية عربية وبعد أن قامت الدورية بتنبيه السائق للتوقف رفض الامتثال لأوامر الدورية وبدون سابق انذار قام أحد مرافقي السائق لإطلاق النار باتجاه دورية الجمارك ولاذا بالفرار وعلى الفور قامت الجمارك باستدعاء دوريات الإسناد حيث تمكنت من السيطرة على المركبة والقبض على الأشخاص الذين كانوا فيها وتم تسليمهم للجهات المختصة ترجمة نانسي قنقر